قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم عنوان اخبار اليوم وزير الرياضة التنزانية اللاعبون جاهزون بنسبة 99% لمواجهة المغرب وهدفون حصد 3 نقاط في بداية المسابقة التونسي القربي مهاجم العمروش بعد تصريحاته ضد المغرب مدرب خوف وجبان ولا علاقة له بكرة القدم هذا ما قاله وليد راكي على منتخبي الجزائر ومصر بعد تعادلهما والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد اخبار وزير الرياضة التنزانية اللاعبون جاهزون بنسبة 99% لمواجهة المغرب وهدفون حصد 3 نقاط مهمة في بداية المسابقة ألقى وزير الرياضة التنزاني خطابا على لاعب منتخب بلادي قبل مواجهة المنتخب الوطني المغربي غدا الاربعاء لحساب الجولة الاولى من المجموعة السادسة لمسابقة كأس امم افريقيا وصار حندومبارو بعد خطابها اللاعبون جاهزون بنسبة 99% لمواجهة المغرب في كأس امم افريقيا واكمل حديثه قائلا جئت للوقوف على مدى استعدادنا للمباراة الاولى وهدفون حصد 3 نقاط مهمة في بداية المسابقة التونسي القربي مهاجما عمروش بعد تصريحات هدد المغرب مدريب خواف وجبان ولا علاقة له بكرة القدم هاجم خالد قربي الدولي التونسي الجزائري عادي العمروش مدريب منتخب تنزانيا على خلفية تصرحه الذي اتهم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالكولسة وتحكمها في مواعيد وتعيينة الحكام في القارة الافريقية وقال القربي في تصريح لإداعة اف ام التونسية عمروش لا علاقة له بكرة القدم ولا يمثل الجزائر ولم يسبق لي رؤية أي جزائر يتكلم بتلك الطريقة وضف لحب المنتخب التونسي السابق عمروش مدريب خواف وجبان وغير قادر على الذهب بعيدا لأنه يجهز الأعضار قبل مواجهة المنتخب المغربي في الكان هذا هو تراجع عدل عمروش مدريب المنتخب تنزاني اليوم عن تصريحة السابقة خلال الندوة الصعفية التي تسبق مواجهة الأصود في الكان مشيرا إلى أن المنتخب المغربي من المنتخبات العالمية ونتائجه تجيب عن كل الأسئلة هذا ما قاله مدريب المنتخب المغربي وليد رقراكي عن منتخب الجزائر ومصر بعد تعادلهما أكد وليد رقراكي مدريب المنتخب المغربي رغبته في تحقيق الانتصار في المباراة الأولى أمام تنزانيا في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقية المقامة في الكدفور وقال رقراكي في المؤتمر الصعفي قبل المواجهة أعلم تماما ما يمثله الفوز في أول مباراة حيث ستكون الحافز للذهب بعيدا في بقية المشوار الذي يتقى في اللاعبين وأنهم سيبلون البلاء الحسن ويحققون المطلوب وأضف لحسن الحظ أننا نتابعنا ما حدث في المباراة الأولى مفاجآة من العيار التقيل فتعادل موزنبيق مع المنتخب المصري وأنكولا ضد المنتخب الجزائري وضعنا في الصورة وأوضح وليد رقراكي قبل البطولة المحت للصعوبات التي سيصادفها الكبار والمرشحون على الورقة وهذا ما حدث وضعنا في الاعتبار هذا المعطى وأتمنى أن لا نكرر انطلاقتهما هذه المباراة مختلفة تماما عن تلك التي خدناها أمام طنزاني قبل شهرنا في تصفية المونديال وعن التشكيل المرتقب قال لن تكون هناك تغييرات المجال لا يسع لذلك تدربنا لأسبوعين مزروي لن يلعب وعدل أشكره على تضحياته وإطاره بتجاوز أحزانه ليكون معنا ولن تكون مفاجآة في التشكيل المعروف من الجماهير وختم مدريب الأصود لست مهتما بما قاله عادي العمروش مدريب طنزانيا عنه وهمتي تنحصر في قيادة منتخب بلادي من الملعب والأمور الأخرى تتولها الجامعة بطريقتها لن نسقط في الفخ والرد سيكون في الميدان ويسعى المنتخب المغربي لتحقيق بداية قوية في بطولة أمام إفريقيا من خلال الفوز على طنزانيا في المباراة الأولى ويدرك وليد الأقراكي أن الفوز سيكون حافز للفريق للدهاب بعيدا في البطولة الشطيبي منتخب المغرب سيعبر دور المجموعات بسهولة وأرشح منتخبين للتتويج كشف الشمس الدين شطيبي نجم المنتخب المغربي سابقا عن قدرة اللاعبين الحاليين على تقديم عروض قوية خلال بطولة كأس أمام إفريقيا التي تستطيف والساحل العج في الفترة الممتدة ما بين الثالث عشر من يناير والحادي عشر من فبراير المقبل وقال شطيبي في حوار خاص مع موقع العربي الجديد إن قائمة منتخب أسود الأطلس صدموا لاعبين جيدين أغلبهم شاركوا في بطولة كأس العالم في قطر وأبل والبلاء الحسن فيها وهو ما يؤكد قدرتهم على المنافسة على اللقب وفي تعليق على استبعاد إحدى عشر لاعب شاركوا في المونديال أو دحش طيبي اللاعب السابق لرجاء رياضي أن المدرب وليد رقراكي يملك صلاحية اختيار تشكيلة الأنسب إليه لمعرفته المسبقة بمؤهلة كل لاعب وتابع نتمنى أن يكون اللاعبون المدعون في قيمة جهوزيتهم الفنية والبدنية وفي مستوى تطلعات الجماهير المغربية فيما يشغلون حاليا تقديم مردود جيد من أجل تتوجيب لقب كأس أمم إفريقيا وحول الطوط التي يعاني منها منتخب أصد الأطلس أكد شمش الدينش طيبي أن الإنجاز الباهر الذي حققه الأخير في بطولة كأس العالم في قطر بوصوله إلى الطور النسف النهائي جعلت جميع المتابعين يرشحون منتخب المغرب لتتوجيب لقب هذا العام وأضف أتمنى أن يكون هذا الضغط إيجابيا وينعكس على مردود المنتخب المغربي في جميع المباريات وعبر الشطيبي عن أمله في أن يرسق أداء المنتخب المغربي إلى الأفضل في كأس أفريقيا مقارنة بما كان عليه الحال في المونديال قبل أن يضيف أظن أن المدرب وليد راقراك يدرك جيدا ما ينبغي القيام بها للتحقيق نتائج أفضل في كأس أفريقيا وهو طبعا لا يريد الكشف عن جميع أوراقها وعرب شمش الدينش طيبي أن منتخب أسود الأطلس سيعبر دور المجموعات بسهولة نظرا لقيمة المجموعات التي يمتلكها حاليا والتي ستضم عناصر خبرة مشيرا إلى أن المستوى الحقيقي لمنتخب المغرب سيظهر بعد التأهل عن دور المجموعات وأضف ما نتمنى عدم تعرض اللاعب لإصابة مؤترة كما حدث في مونديال قطر وعن المنتخب الأبرز لفوز بكأس أمم أفريقيا أوضح الشطيبي أنه يتمنى تتويج منتخب أسود الأطلس دون أن يستبعي تحتمل أيضا منتخبي الصاحل العاج والسنغال والجدر بالذكر أن شمش الدينش طيبي لعب لأندية الفتح الرياضي والجيش الملكي والمغرب الفاسي والراجع الرياضية وتويج مع جميعها بألقاب محلية وقارية وارتدق ميس منتخب أسود الأطلس في عهد المدربة السابق راشيد التوسي وعن المنتخب الأبرز لفوز بكأس أمم أفريقيا أوضح الشطيبي أنه يتمنى تتويج منتخب أسود الأطلس دون أن يستبعي تحتمل أيضا منتخبي الصاحل العاج والسنغال والجدر بالذكر أن شمش الدينش طيبي لعب لأندية الفتح الرياضي والجيش الملكي والمغرب الفاسي والراجع الرياضية وتويج مع جميعها بألقاب محلية وقارية وارتدق ميس منتخب أسود الأطلس في عهد المدربة السابق راشيد التوسي إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم وزير الرياضة التنزانية اللاعبون جاهزون بنسبة 99% لمواجهة المغرب وهدفون حصد ثلاث نقاط في بداية المسابقة التونسي القربي مهاجم العمروش بعد تصريحاته ضد المغرب مدرب خواف وجبان ولا علاقة له بكرة القدم هذا ما قاله وليد راجع على منتخبي الجزائر ومصر بعد تعادلهما والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار